وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومشاهدين الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم اليوم فاستبقوا الخيرات هذا الموسم فرصة لتغيير لمن أطلق بصره وأرخى لسانه في الحرام وفرصة لتغيير أحبتي لمن طاش ميزان الصلاة في حياته فضيع أجره ونام عن فجره رمضان بالفعل هو فرصة للتغيير نحو البذل والعطاء كيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل ومن فطر صائما فله مثل أجره بل هو فرصة أيضا للقضاء على سيء الأخلاق وغرس القيم والمكارم العالية قال صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب فإن سابه أحد فليقول إني صائم رمضان أحبتي فرصة لتغيير لمن كان بارد الشعور تجاه جسد أمته الواحد ورغم ما يحصل لإخوانه يمنة ويسرة فتمر به وهو صائم لحظة قرقرة بطنه وساعة جوع كبده فيستشعر حينها بؤس البائسين وحاجة المحتاجين أحبتي تختلف نظرة العرفاء عن غيرهم بالنسبة لهذا الشهر شهر رمضان ولعبادة الصوم فأهل المعرفة يرون بأن شهر رمضان هو فرصة استثنائية ونعمة كبرى من الله بها على الإنسان وأن على الإنسان أن يغتنمها ويستغلها بأحسن ما يمكن كيف يكون اغتنامها خصوصا ونحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك وما هي الأمور التي تحرم الإنسان من بركاته هذا الشهر الكريم أسئلة وغيرها نطرحها على ضيف حلقتنا فضيلة الشيخ عبد الله العباد الداعي الإسلامي فحياه الله وبيه الله يحييكم ومرحبا بيكم حياك الله يا شيخنا الله يحيي نسعد بلقائك واستضافتك حياك الله الله يكتفجرك نحن بك سعدي سعود سعدي سعود الله يتزخير الله يحييك في البداية ونحن ننتظر السويعات الأخيرة التي يغادر بها هذا الضيف الكريم الذي سعدنا بلياليه الرائعة ونسماته الربانية ونفحاته الإلهية كيف يكون شيخنا الكريم اغتنام ما تبقى من أيامي هذا الشهر المبارك الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحقيقة الإنسان أغلى ما يملك الوقت أغلى ما يملك الإنسان الوقت أين كان ذلك الوقت صحيح أن قيمة الوقت تكبر وتعلو بحسب فضل الوقت وأهميته ولذلك كما يقال الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه هو أنفس وأغلى شيء وهو أسهل شيء يمر من يديك وأنت لا تدري والمصيبة كل المصيبة إذا كان الإنسان لا يشعر لا يشعر بأن وقته أغلى وأثمن من فلوسه ويحرص على فلوسه لكن يحرص على وقته قالوها قديما الوقت كالسيف لم تقطع لم تقطع وقطعك والفلوس تعوضه وبالوقت ما تعوضه صحيح أمس لن يعود إذن الوقت كله مهم وكل لحظات من لحظاته مهمة كيف لا يكون مهما وهو مطيتك إلى الله سبحانه وتعالى إلى الدار الآخرة إلى العمل الصالح خاصة هذه الأيام الفاضلة أيام الفاضلة حقيقة ما شاء الله المقدم التي ذكرتها ما تركتين حقيقة هذه الأيام التي تمر بنا إن لم يغير الإنسان إلا من انتهيسها الإنسان فيغيره فيها من حاله يتعود ويدرب نفسه ويعودها على الطاعات وعلى الكفافة عن المحرمات متى سيكون له ذلك حقيقة من ما يجعل هذا الوقت الذي نعيشه الآن نحن له قيمة عالية جدا أنه وقت موات لهذا التغيير المنشود لهذا التحصيل المنشود وقت موات جدا الله سبحانه وتعالى يهيئ الظروف للمؤمنين يفتح لهم أبواب الخير يغلق عنهم أبواب الشر يصفد عنهم مرادة الشياطين يهيئ لهم كل الظروف حتى يستطيع أحدهم أن يغير إن كان يريد التغيير إن كان فعلا صادقا في أرادة التغيير إن كان إلى الأحسن فإذا لم يستغل للوقت في هذا الوقت وهذه الساعات القليلة المتبقية وكما قلت وكما نقول فعلا الأيام والساعات والدقائق تمر بسرعة لكن ما زال هناك متسع من الوقت لمن أراد الله سبحانه وتعالى له أن يوفق لطاعته وأن يستغل له هذه الساعات قد تكون اللحظة التي يغير الله سبحانه وتعالى فيها حياتك يغير الله سبحانه وتعالى فيها حياتك إلى الأحسن هي هذه اللحظات المتقدمة التي أمامك قد تكون هي هي فلذلك حقيقة ينبغي للإنسان أن يستغل ما تبقى و النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في دعوته المعروفة من دعواته الثلاثة التي من ضمنها رغم أنفو من أدرك رمضان ولم يغفر له هذا حقيقة رغم أنفو هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا لعلمه أن من لم يغفر له في هذا الظرف المواتي للمغفرة معنى ذلك أنه لا يريد المغفرة الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يتوب علينا الله تعالى يريد أن يتوب علينا فقط نقدم نحن المبادرة والله سبحانه وتعالى يتوب علينا ويغفر لنا ويعطينا بس إذا كان الإنسان فعلا لا يريد فالله سبحانه وتعالى قد لا يعطيه و مثل ما تفضلت تاني يا شيخنا الكريم يذكرني ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من أبى صحيح فستعدى والصحاب من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني ومن عصاني فقد أبى صحيح و يعني الشهادات النبوية في أهمية استغلال رمضان والعشر لواخر كثيرة متعددة ولنا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم طيب شيخنا نحن نتحدث دائما أن رمضان فرصة رمضان فرصة للتغيير رمضان فرصة لاستغلال الأوقات رمضان فرصة لاغتنام الأوقات كيف يكون رمضان فرصة لتلك الفئة التي ضيعت الصلاة يعني قبل رمضان كانوا مضيعين للصلوات فلا يقيمونها في أوقاتها يرتب جدول الصلاة على حسب جدوله اليومي ويرتب الصلاة على حسب ظروف عمله وعلى حسب طلعاته مع الشباب وعلى حسب موعد أكله ونومه قد يعني يؤخرها إلى وقت متأخر من الليل فيجمع يمكن أربع صلوات يمكن ليست صلاة واحدة يمكن يجمع الأربع صلوات لا يستيقظ لصلاة الفجر ولا يعلم متى وقتها ولا يعرف حتى يمكن شكل إمام مسجده ولا يعرف أين موقع المسجد إلى غيرها من هذه الأمور فكيف يكون رمضان فرصة لتلك الفئة التي ضيعت حق الصلاة في جنب الله سبحانه وتعالى هو فعلا هي فرصة والدليل على ذلك أن المساجد الآن وإله الحمد تمتلئ من المصلين تمتلئ من المصلين ولعل من ذكرتهم من هؤلاء منهم من هو الآن في المساجد يرتاد المساجد في رمضان فالفرصة للتغيير أنه ما دام جاء المسجد ورأى هذا الجمع المبارك وأكيد أنه شعر بتلك الراحة التي يشعر بها من دخل بيت الله سبحانه وتعالى وآوى إلى الله سبحانه وتعالى لما يشعر بهذا حقيقة من عدم الفطنة وعدم الاعتناء بالنفس أن يضيع هذه الفرصة ما دمت وجئت إلى بيت الله سبحانه وتعالى ما دمت وذقت طعم تلك الحلاوة ما دمت اشترح صدرك في ذلك المكان فلا تضيع لا تترك هذا المكان مرة أخرى لا تترك هذا المكان مرة أخرى وأولئك الذين ما زالوا في غفلتهم نقول لهم كذلك يا جماعة تعالوا معنا جربوا جربوا تعالوا معنا للمسجد تعالوا للمسجد جاء إلى المسجد وحقيقة مثل ما ذكرت أن يكون الإنسان برمج وقته ويجعل الصلاة آخره أولوياته حقيقة هذه مسألة لا تليق بالمؤمن خطيرة ولا تليق بالمؤمن لا تليق من أنت ما الذي ينفعك إلا صلاتك صحيح ما الذي ينفعك في دنياك وما الذي ينفعك في أخراتك إلا صلاتك ألا تعلموا أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله هو الصلاة فإن صلحت صلاته صلح باقي عمله وإن فسدت صلاته خاب وخسر نسأل الله ومن ضيعها فهو لما سواء أضيع يا أخي هذا أنت الذي تضيع ما تضيعه هو تضيع لك أنت تضيع لمستقبلك تضيع لحاضرك تضيع لكل شيء من أملك فلذلك هؤلاء الذين لم يذوقوا طعم الصلاة في الجماعة ولم يعرفوا المسجد ولم يرتبوا الصلاة كأولوية من أولوياتهم نحن ندعوهم فقط ندعوهم فقط أن يجربوا معنا يجربوا تعالي للمسجد تعالي للمسجد أحضر الصلاة مع الجماعة أجلس في المسجد خمس دقائق تذكر الله سبحانه وتعالى صلى ركعتين وفتش قلبك قبل أن تدخل وبعد أن تدخل صحيح فأنا متأكد شتان بينهما متأكد جدا يعني هذا الذي يضحك ملأ فيه وقلبه يعتصر من الهم والغم والكآبة التي هي مرض العصر الآن هذا لو دخل إلى المسجد لو دخل إلى العالم أن السعادة هي في المسجد السعادة هي في الجماعة السعادة هي أن تأتي قبل الصلاة فتصلي ركعتين وتقرأ ما تيسر لك من القرآن ثم خرج من المسجد فبتش قلبك أن هؤلاء فقط تدعوهم أن يفعلوا هذا إذا فعلوه بإذن الله تعالى ما عليك بيستمر ومثل ما تفضلت أي شيخنا القراءة في الآيات التي تدعو إلى أهمية الصلاة والأحاديث الدعية لذلك وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكي كان حالو مع الصلاة ثم بعد ذلك أيضا استشعار حلاوة ولذة هذه الصلاة وهي من أهم الدوافع التي تجعل المسلم يستمر في هذه العبادة حتى بعد نهاية رمضان ماذا قال أحد السلف قال لو علم أبناء الملوك ما نحن فيه لجاء لدون أبيه على السيوف صحيح لو ذاق الطعم الطعم هذا خلص بيستمر أيضا شيخنا رمضان فرصة عظيمة لأولئك الذين أقلعوا عن التدخين والشيشة والسويكة في نهر رمضان فرصة لهم أيضا أن يمتنعوا عليها عنها طيلة أيام العام لكن كيف ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الفاصل إن شاء الله بشهد الكرام فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيف الكريم كيف نغير بعض العادات والسلوكيات السيئة في هذا الشهر المبارك فاصل ونواصل عوضا حميدا مشاهدين الكرام مثل ما تفضل شيخنا الكريم قبل الفاصل بينا أن شهر رمضان فرصة جميلة وفرصة عظيمة لا تعوض ولا تفوت لمن لديه بعض العادات والسلوكيات الخاطئة يستطيع من خلالها أن يغيرها وأن يبدلها وأن يقطعها بالكلية خلال هذا الشهر المبارك شيخ الكريم المدخنين واللي شيشون واللي هطنسويكة فرصة عظيمة لهم في رمضان أن يمتنعوا عنها جملة وتفصيلة صحيح كيف ذلك كيف ذلك يقولك ما أقدر أقدر إذا صبر إلى المغرب نعم يفطر من الطيبات ويذهب إلى الصلاة خلاص يتهي يذهب إلى صلاة التراويح ما يبقى إلا سويعة يصبرها يوم يومين تروح من العدسة وهذا مجرب وقد جربناه مع بعضهم يعني لو حاول أن يضبط نفسه حتى يفطر ويصلي ويذهب إلى التراويح ثم بعد ذلك يضبط نفسهما بعد التراويح إلى السحور وقت بسيط شديد ساعة قلائي ستحتاج لها يا شيخنا بعد إرادة يعني أحتاج لها إرادة ولكن سهل كسر هذه العادة وإرادة الإنسان أقوى أقوى وحقيقة العادات السيئة سهل التخلص منها العادات السيئة سهل التخلص منها لأن الإنسان يعني مفطور على العادات الحسنة والأشياء الجميلة يسمونها يسموها الفقهة ويسموها في الشرع اللي يسموها خصال الفطرة لأن الإنسان مفطور على حب الشيء الزين شيء نظيف شيء طيب حد يكره ماذا العطور تجدوا أحدين يكره العطور رايحة العطور الزينة ما حد يكره بينما التدخين الناس مفطورة على كره فهذه عادة تعتبر جديدة على الإنسان وسهل أنه يتخلص منها عموما عموما هو شهر فعلا للتخلص من العادات السيئة كلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته في المقدمة فليقول إني صائم قال النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يدعو إلى الرئياء قد يقول شخص هذا يعني أن أقول كذا عشان أرأي لا إنما هو تذكير للنفس وتذكير لمقابلك أنك أنت الآن متلبس بعبادة لا ينبغي لمتلبس بها أن يلغو أن يفسق أن يخاصم هذا الضبط للنفس لو الإنسان يعني فعله فعلا خلال شهر رمضان ثم حاول أن يستمر على ذلك بعد رمضان فإنه بإذن الله تعالى هذه العادات السيئة ست يعني تختفي من حياته يجرب واحد أنت نحن في بداية رمضان تجد الواحد ناشاء الله له تحمس ومنسوب الإيمان عنده مرتفع وحتى في فترة رمضان أنا في حاجة عجيبة عند الناس وهي عادة جيلة وممتازة ولكنها كذلك تدعو إلى الاستغراب في الفتاوى تجدهم يسألون عن كل شيء وعن شيء صغير هل هذا يفسد صومي هل لو يعني حطت العطر يفسد صومي هل يعني تجدهم فعلا حريصين على أن يكون صومهم صحيحا والعجب من ذلك بعد رمضان ما يعرف هو إن شاء الله نحن نقول ونتفاء الخير إن شاء الله بعد رمضان يستمرون على هذه الحالة الغريب أنهم حتى يسألون عن أسئلة حوادث حكمها حصلت لهم قبل ست شهور قبل ست شهور أين كنت إنما لما دخل هذا الشهر واستيقظ عنده الضمير وتحرك عنده يعني الإيمان اقتضى ذلك أن يسأل وأن يتحرى وأن يحذر من ما حذر الله ستعلم حكم هذه المسألة هل هي صحة أو خطأ فحقيقة في رمضان سهل على الإنسان أن يتخلص من العادات السيئة نقول العادات السيئة هي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم هذه العادات السيئة بالدرجة الأولى فمسألة التدخين هي من جملة هذه العادات السيئة وكما قلت ليست هذه عادة أصيلة في الإنسان هذا شيء يطر على الإنسان هل يولد الإنسان المدخن الإنسان لا يولد مدخنا وحتى يشبه وغير مدخن فهي عادة شديدة عليه لو حاول أن يضبط نفسه ما بعد التراوح إلى السحور الوقت الآخر هو مشغول يوم يومين إن شاء الله هذا بإذن الله تعالى يوم يومين ويتختفي هذه العادة ويشتهد بالدعاء ويشتهد بالدعاء في هذا قبل وبعد وفي كل شيء هذه مثال لكن غيرها من العادات يعني الغيبة الناس في رمضان يعني الحمد لله تقول لما تذكر عنده شخص يقول لك أنا صايم طيب بعد الفطور صايم خلاص أنت خليك صايم على طول صحيح خليك صايم على طول صحيح فلو إنسان وهذا ينبغي حقيقتنا أن أدعو الأخوة أن يجربها هذا الانضباط الذي يحاول الإنسان أن يفعله في الآن الغيبة مثلا عن الكذب عن هذه أمور اللسان خلال رمضان الإنسان لو ضبط نفسه يومين ثلاثة أربعة فعلا سيجد عنده المستشعر هذا الشيء يسمون الحساسة التي يكون في السيارات المهم هذه السيارات التي اقتربت من شيء حصل لها استشعر بي فنفس الشيء الإنسان إذا انتهى عن هذه الأمور فبعلا سيجد نفسه مباشرة كلما أراد أن يقتبع أحدا عنده استشعر أنه فيه شيء فيه خطر فيه مشكلة يحاول أن يعود نفسه على هذا في رمضان وأن يستمر على ذلك بعد رمضان هذه فرصته في التغيير نعم أيضا شيخنا الكريم رمضان فرصة لصلاة الأرحام للتواصل نعم سواء الموجودين معك داخل البلد خارج البلد جيرانك أصحابك أقاربك لكن نجد البعض لديه بينه بين أحد من أرحامه وأقاربه أو أصحابه مشكلة أو سؤتفاهم أو مخاصمة ما زال يعني متمسك بالتعنت والخصومة قد تصل إلى الفجور في الخصومة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون رمضان فرصة لعودة تلك العلاقات وعودة المياه إلى مجارية هو شهر صفاء شهر صفاء للإنسان شهر صفاء للصفاء القلوب شهر طلب لمغفرة الله سبحانه وتعالى شهر للبحث عن مضاعفة الأعمال وارتفاع ورافع الله سبحانه من هذه الأمور التي ذكرتها هذه قطعة الرحم الضرارها عظيما قطعة الرحم حتى الهشران بين المسلمين يمنع من هذه الأمور كلها يمنع من مغفرة الذنوب هذا يمنع من رفع الأعمال عند الله سبحانه وتعالى هذا يمنع من صفاء القلب على القل الإنسان الذي في قلبه يعني خصومة في قلبه شيء مع شخص آخر تجده دائما كلما تذكر هذه المسألة يعني جاء شيء من الحزن أو شيء من التكدير وعدم الصفاء القلب يا أخي شيل عنك هذا كله وأغضر المشكلة والأكبر أنها تكون على أمر بسيط أمر ما يستاهل أمر ما يستاهل أصلا فحقيقة ينبغي الإنسان أن يحظى بالخيرية كل واحد الناس ينبغي تتسابق إلى الخيرية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام خيرهم الذي يبدأ بالسلام ينبغي حقيقة أن نتسابق إلى هذه الخيرية وأن تصفى القلوب وأن نصل الأرحام وأن نصل من وصلني الصلة هي لمن قطعك وليس لمن وصلك من وصلك بهذا أنت تكافئ و بصلتك فحقيقة ندعو ونكرر هذه الدعوة وينبغي أن تكرر حتى في كل حلقة وفي كل مناسبة أن القلوب ينبغي أن ترجع وأن تأوب إلى ربها وأن يرجع لها صفاؤها وأن يتواصل الجميع وأن تدفع السيئة بالحسنة وهي قادرة إن شاء الله على دفعها الحسنة أقوى من السيئة فلندفع السيئات بالحسناتنا وأن نصل أرحامنا وأن نصل التقاطع والتدابر الذي نهان عن نبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطع والتدابر ليس من خلق المسلم أن يقطع أو أن يدابر أخاه أو أن يشاحنه إن بغي أن تعود القلوب إلى صفائها وأن نصل أرحامنا حقيقتنا وأبكل على هذه المسألة لأنها خطيرة جدا وينبني على عدمها الكثير من الأمور التي حقيقة نحن في غنى العنى ومن لا يسامح في رمضان ويعفه لا أظنه سيسامح في غيره صحيح من أيام العلم بترة المسامح هذه الله سبحانه وتعالى يسامح فالسامح يعني الله تعالى يسمحه لك ويغفر لك نتذكر الله خير الشيخ الكريم وإنسان الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات الطيبات شاهدة لك لا عليك يوم القيامة حتب الله يدرقه الشيخنا الكريم الصوم جنة أقوام من النار والصوم حصن لمن يخشى من النار والصوم ستر لأهل الخير كلهم الخائفين من الأوزار والعار والشهر شهر الإله العرش من به رب رحيم لثقل الوزر ستار فصام فيه رجال يربحون به ثوابهم من عظيم الشأن غفار فأصبحوا في جنان الخلد قد نزلوا من بين حور وأشجار وأنهار هذا حل الصائمين القائمين عرفتهم المساجد والخلوات يطيلون القيام ويتلون القرآن ويلحون في الدعاء ويعلنون الإنابة ويناجون الرحمن بينما كان غيرهم في مجالس الزور والغيبة مجتمعين على عرض الشيطان وبرامج الفساق لماذا يعملون؟ ماذا ده الصالحين؟ وما الذي دعاهم إلى طول التهجد ومكابدة السهر والنصب؟ إنهم يلتمسون ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فلو نطقت المساجد لقالت يا ليلة القدر للعابدين اشهدي يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي إلحق أخي بركب الصالحين وعد إلى مولاك الكريم ولزم عبودية رب العالمين فإن رمضان فرصة لا تعوض لإصلاح النفس وتهذيب الذات وإصلاح ما قطعته من حبال مع الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى هنا أكون قد وصلت إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم اليوم فاستبقوا الخيرات لا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبدالله العباد على مقدم والشكر موصول لكم أنتم أيضا على حسن مشاهدتكم موعدنا يتجدد معكم في الغد بإذن الله تبارك وتعالى إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر